اشتركوا في القناة بن سليمان متابعين الكرام الآن مقابلة بين فريق شباب زيدا في موجهة فريق عين عودة بطولة القسم المنتاز متابعين الكرام إذن انطلقت المقابلة فريق عين عودة في موجهة فريق شباب زيدا ببن سليمان دربة خطري صالح فريق عين عودة إذن إصابة لعي فريق عين عودة الساعة المقابلة هي سفر مقابل سفر الآن كنتو يجدوه بالشهر الأول من المقابلة لعب حل بارك دربة خطوة قرار على الرحلة تقريب تطريب 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 لعب حلبة لحب إذن فريق هناك يتلقى الإسعافات إذن فتلعب ضربة خطا إذن تمس إذن المقابلة لحدثة هي صفر مقابلة صفر بين الفريقين فريق شباب زيادة لباس الأزرق بينما فريقين عودة لباس أحمر كرة مباشرة إلى حارس المرمى كرة عبريل مباشرة إلى وسط الميدان أحد يحاول delوح أهل أمين مارح أمين 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 المتابعينا الكرام المتابعي قلان شوف تيفين من كلكم أنتم معنا في مباشرة من مدينة بن سليمان في المقبلك جميعنا فريق عين عودة بدور اللباس الأحمر وفريق شباب زيادة لباس أزرق ضرب الخطأ لصالح فريق شباب زيادة تدخل عنيف فلأتنى إصابة لفريق شباب عين عودة إصابة لفريق شباب عين عودة ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 كلابو الدقيقة 17 من المقابلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر سفر بين الفريقين الكرة التي صارتها حارس المرمى كرة تلعب مباشرة وتلعب مباشرة فريق الأزرق فهو مهمين على المقابلة في الأثناء لأن شمس لي صالح فريق شباب عين أوضاء نلعب الآن دقيقة عشرين من المقابلة نعم أخي أمين جونزالي نعم فالكبير صراحة منه كل شيء إذن ندرك خطيرة 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 متابعين كرام إذن هدف أول متابعين الكرامة كما قلنا كرة خطيرة الآن تم تسجيل الهدف الأول من المقابلة صالح فريق شباب عين أوضاء فالأثناء إذن كما قلت تشاهدون معنا فالأثناء تسجيل الهدف الأول من صالح فريق شباب عين أوضاء تسجيل الهدف الأول من المقابلة صالح فريق شباب عين أوضاء إذن الفريق الزائر متقدم بهدف الأول من المقابلة تسجيل الهدف الأول من المقابلة صالح فريق شباب عين أوضاء ح ليس إذن هلها هم يوجد التعالي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في بات مباشرة من مدينة بن سليمان تقدم فريق الشباب عين عودة بهدف السفر ضد فريق شباب زينا الفريق المضيف لأتنا مجابعين الكرة اشتركوا في القناة الآن كنا نلعبو الدقيقة 23 من المقابلة لأنك تستعمل في المقابلة في الأثناء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة إذا المقابل أن صبحات قوية بزاف بدأت تسجيل هدف الأول مطارف فريق شابو عيناودا كرة عبترغة مباشرة ولكن الكرة تبك منها حارس المرمى حارس فريق شابو عيناودا تسجيل هدف الأول مطارف تسجيل هدف الأول موسيقى إنتهي مسي صالح فريق شابو زيدا المترجم للقناة 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 بهدفين لسفر إذن متابعنا كانوا تشاهدون على الفريق الأحمر متقدم بهدفين لسفر هو فريق شباب عين عودة ضد فريق شباب زيدة بن سليمان الآن جم هو سعيد نحن 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 نبت أخرج نحن 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 نعود زواج مزيد أفضل جاء اشتركوا في القناة 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 المتابعين الكرام المتابعي قناة شوف تيفي أنتم معنا في بت مباشر من مدينة بن سليمان فريق الأزرق فريق شباب الزيدة منهزم بهدفين للسفر بحد ساعة ترجمة نانسي قنقر 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 لنضغط قليلا وحكم سينهي المقابلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر